السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه أما بعد فأيها الإخوة والأخوات الكرام في القرآن الكريم آيات جعل لها العلماء ألقابة ووضع لها العلماء أسماء وجعل العلماء عليها عناوين هذه الآيات إذا سمعت نص الآية يقفز إلى ذهنك العنوان واللقب والاسم وإذا سمعت اللقب والاسم والعنوان مباشرة تتذكر نص الآية وهذه ميزة في كثير من آيات القرآن الكريم ما شاء الله آيات عديدة منها آية في سورة يوسف وهي قول الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم هذه الآية يسميها العلماء آية النفس لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها النفس وحذر منها وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا النفس في القرآن ذكرا عجيبة في آيات كثيرة وأشار سبحانه وتعالى إلى أن النفس لها مكانه ومنزله عند الله عز وجل وأنها مما ينبغي أن ينتبه الإنسان لها ويراعيها ويهتم بها ولهذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالنفس في القرآن قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها أقسم سبحانه وتعالى بالنفس وربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما يشاء هذا خلقه وهذه إرادته سبحانه وتعالى فأقسم سبحانه وتعالى بالزمان وأقسم بالمكان وأقسم بالأشياء وأقسم بالنفس وأقسم بأعز نفس وأعظمها في الوجود وهي نفس محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت الله تبارك وتعالى أقسم بحياة أحد في القرآن إلا بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقصد قول الله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهوا لعمرك يعني وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهوا ثم يقول فلا والله ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا هي أكرم عليه من محمد بن عبد الله فأقسم الله تبارك وتعالى بالنفس في القرآن وهذا مما يبين لنا أن النفس عزيزة النفس عظيمة النفس غالية لكن أي نفس ما هي النفس العزيزة ما هي النفس الغالية فإن الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى ومن الناس من يأبى هذا التكريم فيسفل بنفسه الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وسواه وعدله في أحسن صورة وبعض الناس يشوه نفسه الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إن بعض الناس يرد نفسه إلى أسفل سافلين ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى في هذه الصورة صورة الشمس في هذه الآية التي أقسم فيها بالنفس قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأخبرنا سبحانه وتعالى أن الأنفس شتى وأن الأنفس تختلف النفس التي تتلقى منهج الله وتسير عليه تختلف تماما الاختلاف عن النفس التي تتلقى منهج الله تبارك وتعالى بالإباء بالرفض بالامتناع بالإعراض تتولى عن منهج الله ثم إنها تقبل على العمل بعكس ذلك هذه النفس ما أشقاها وما أبعدها هذه النفس ما أضلها هل يستويان؟ هل تستوي هذه النفس وهذه النفس؟ ولذلك كانت هذه النفس إذا خرجت أه؟ الأولى تكون في عليين والثانية تكون في سجين وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم كتاب مرقوم فالإنسان نحن هناك فرق كبير بين روح تصعد إلى السماء وتسكون الجنة وروح تهبط إلى الأرض بهذه الطريقة يلقى بها من السماء فتنزل إلى أسفل سافلين في الأرض السابعة في سجين سبحان الله هناك فرق ولذلك قسم الله تبارك وتعالى لنا الأنفس في القرآن إلى ثلاثة أقسام ذكر لنا أن الأنفس ثلاثة أنواع هناك نفس مطمئنة وهناك نفس لوامة وهناك نفس أمارة بالسوء فأما النفس الأمارة بالسوء فهي النفس التي غلبت صاحبها وساقت صاحبها وقادت صاحبها فهي تأمره وتنهاه ويسمع لأمرها ونهيها تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف تأمره بالشر وتنهاه عن الخير تأمره بالكفر وتنهاه عن الإيمان تأمره بالمعصية وتنهاه عن الطاعة تأمره بالظلم وتنهاه عن العدل هكذا وهو وراءها أمارة بالسوء نهاءة عن الخير وهو بهذا في أسفل سافلي وهناك النفس المطمئنة نفس مقابلة لذلك نفس في جهة اليمين إذا كانت النفس الأمارة بالسوء في جهة اليسار في أقصى اليمين هناك قد اطمأنت إلى وعد ربها وإلى خبر نبيها فهي تسمع في الأخبار وتصدق وهي تسمع في الأحكام فتأتمر وتنتهي ما إن تسمع أمرا إلا وتبادر إلى تنفيزه وما إن تسمع نهيا إلا وتبادر إلى الانتهاء عنه قد اطمأنت إلى أن وعد ربها الحق إلى أن الله تبارك وتعالى يقضي لها الخير إلى أن الله أذر وأعلم وأخبر بما يأمرها به وهي تسلم لربها سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فهي في الأوامر تأتمر وفي النواهي تنتهي وتجتنب وفي الأخبار تصدق وتزعم هكذا هي نفس مطمئنة وبين النفسين نفس أخرى زكرها الله في سورة القيامة وهي قوله تبارك وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس تمدها مادتان مادة خير ومادة شر مادة معروف ومادة منكر مادة طاعة ومادة معصية فهي لوامة مترددة متزبزبة تارة تميل إلى الخير وتنهى صاحبها عن الشر وتارة تميل إلى الشر وتنهى صاحبها عن الخير تارة تميل فتكون أمارة بالسوء وتارة تميل فتكون مطمئنة وهكذا حتى يحسم الإنسان أمره معها وإلا فلربما تأخذ بالإنسان إلى الردى والهلاك والعياذ بالله يجب أن ينتبه الإنسان إلى هذا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هذا كلام مرأة العزيز التي أمرتها نفسها بالسوء مرات فما ارتدعت وما امتنعت التي قادتها نفسها إلى السوء كما يقود الصبي الصغير البعير العظيم فلا يأبى ولا يرفض وظلت تمشي وراء نفسها حتى أوردتها المهالك وحتى أوقعتها من العز إلى الذل وجعلتها مسخة وسخرة لكل ماسخ وساقر هكذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه فإنه مع طمأنينة نفسه في عز ومع سوء نفسه وأمرها له بالشر وطاعته لها في ذل وهو مع النفس اللوامة متزبزب تمده مادتان مادة خير ومادة شر وهو لما غلب عليه منهما سيطيع إحداهما في وقت من الأوقات ويمشي وراءها فليحرص على أن يكون هذا الخير وأن لا يكون الشر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نفوسنا نفسا مطمئنة وأن يجعل سبيلنا وعقبان الجنة وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة